بسم الله الرحمن الرحيم خليني أهنيكم من كل قلبي على النموذج اللي انتم اشتغلتم عليه فيما يخص محاكاة لموضوع من أهم الموضوعات اللي دايماً بيتم استخدامها أو بيتم التعامل معها أو بيتم الترويج لها على أنها يعني موضوع متطور وراخ جداً مرتبط بحق الإنسان وخاصة في قضية كانت كاشفة قضية الكوفيد 19 والإجراءات اللي صحبتها وقال دي لأنها كانت على مستوى العالم فما كانش فيه فرصة للدول أن هي تقدر تقدر تتعامل معها إلا في إطار إجراءات كانت أتصور أن الدول الغربية بالقيود اللي فردتها كانت أول نقطة من النقاط اللي يمكن بعضها كان ضد مبادئ ومفاهيم هم متصورينها على سبيل المثال زي حرية التنقل وحرية التطعيم أو كلام من هذا القبيل طب مهل اقتنط المصلحة المصلحة العليا للعالم كله وللدول دي أنها تاخد إجراءات وقيود كان الهدف منها حماية العالم كله وحماية الدولة الوطنية في هذه الدولة أتصور أن هذا الأمر في حد ذاته يعني ألقى الضوء على إن إن اقتصار موضوع حقوق الإنسان في حرية التعبير فقط والممارسة السياسية وإن أهمية إن هو يبقى يمكن ده كان الجيل الأول والجيل التاني كان الاقتصادي والاجتماعي و وإحنا هنا في مصر ومنقولش ده عشان يعني نشير إن إحنا كدولة حرصين على الموضوع دوت إحنا بنحرصين على موضوع حقوق الإنسان من منظور من منظور فكري معتقدات إحنا بنمارسها لما بنيجي نتكلم زي يعني ما تم تناوله حتى من يعني شبابنا اللي تكلم في الموضوع أو من السيدة السفيرة مشيرة خطاب على موضوع عدم التمييز وعملية التمييز على أساس ديني أو أي أساس آخر حتى الكلام ده إحنا ما عملناهوش تحت ضغط من حد إحنا عملناه في ضوء معتقدات وأفكارنا إن إحنا بنقول فيها إن التنوع والاختلاف ده أمر إحنا بنقوله أمر سنة من السنة الكونية يعني الاختلاف والتنوع بين الناس في اللغة وفي اللون وفي الشكل وفي الثقافة وفي كل شيء ده سنة مش هنقدر نخلي العالم كله يتكلم لغة واحدة مش هنقدر نخلي العالم كله شكل واحد مش هنقدر نخلي العالم كله مشاربه السياسية مشرب واحد وأتصور إن لو إحنا فكرنا إن إحنا عايزين نعمل ده نقول الكل يبقى له لون سياسي واحد أو فهم وممارسة واحدة أخشى أخشى إن إحنا يكون ده شكل من الأشكال الاستعلاء الاستعلاء بالقدرة الاستعلاء بالإمكانيات الاستعلاء حتى بالممارسة لابد يبقى فيه تنوى واختلاف من الدول وبعضها البعض ده مش أنا اللي بقول كده مش أنا بقول كده عشان بحاول أروج لحاجة أو أدافع عن حاجة لا أنا بتكلم دي ده الواقع اللي الدنيا كلها موجودة فيه النقطة التانية اللي عايز أتكلم فيها هنا وكانت برضو من النقاط المهمة موضوع اللي طرحته السيدة المشيرة سفيرة خطاب إن إحنا نحط مع التوصياتنا اللي ممكن نبعتها أو هتبعتوها للأمم المتحدة إن لما حصل التطور والتطور ده كان كاشف أنا بكلم على الأوبئة هنا وده كان كاشف وأنه ده مهم أن يتحط جزء أو بند من بنود هو الإنسان اللي هو مجابة الأوبئة والأمراض الخطيرة وأيضا الزيادة السكانية والسيطرة عليها وأنا هتكلم في النقطة دي على إنها قد إيه؟ بتمثل تحدي لكتير من الدول كتير من الدول اللي موجودة يمكن أو الدول الغربية بالتحديد النموء السكاني بتاعها متوقف أو ثابت على مدى يمكن 30-40 سنة يعني بنيته الصحية ما كانتش محتاجة دعم بنيته الصحية لأنه كان عدد سكانه مثلاً في أي دولة من غير ما نذكر أسماء كانت 40 أو 50 مليون يبقى البنية الصحية اللي موجودة على مدى 30-40 سنة اللي فاته ما كانتش محتاجة تعزيز أو تطوير طب تصوروا دولة زي مصر دولة زي مصر لو نتكلم على 2.2.5 مليون زيادة سنوية أنا لما أجي عزيز البنية الصحية لمصر ده كل سنة محتاج أو ضيف تعزيز مش بنية صحية بس لا حتى البنية التعليمية اللي هو المدارس والجامعات ده أمر يتحط في الاعتبار أنه ده تحدي من التحديات لأنه لو أنا ما قدمتش تعزيز للعملية الصحية في مصر تتناسب مع الإنسان اللي عندي طب أنا كده أثرت كدولة في حق من حق الإنسان في العلاج الصحي الجيد أو التعليم الجيد أنا عايز أقول أنه ده تحدي طب هل أنه هس أو لما بيتم تناول حق عغوي الإنسان في مصر أنا حقبل أي شكل من أشكال يعني التناول يعني لأوضاعنا في مصر لكن أيضا أن يكون التناول تناول متكامل تناول شامل دي قضايا موجودة عندنا هو النهاردة لما يكون عندي إنسان يعني 2 مليون ونصف كل سنة هو أنا مش محتاج إن أنا أشغلهم ويقضيهم فرص عمله وده مش من حقه كإنسان إن هو يشتغل ويعيش ولا مش من حقه طب أنا أعمل ده إزاي وعشان كده أنا باتطفق وبأكد وداعم تماما لفكرة إن النقطة دي تبقى أحد نقاط هو الإنسان عشان نستبقى عارفة إنها بتمثل تحديات لدول زي دولنا فدي نقطة أنا بس كنت عايز أتكلم فيها كمان وهايز أقول لكم على حاجة إحنا لما جاءت الجائحة جاءت ضربة العالم كله إحنا في مصر رصدنا 100 مليار جنيه في دولة يعني زوفة الاقتصادية مش قوية السياحة في مصر اتضربت بشكل كامل وده قطاع كبير جدا بيدر أكتر من 14-15 مليار دولار القطاع النقل حتى في قناة السويس تأثر بشكل كبير حركة النقل في مصر أو حركة النقل في العالم كله اتأثرته ده قطاع كان برضو بيدر أموال لنا وتأثرتنا بها تأثر كبير راكن ده ما ما نعناش في إطار إن إحنا الحفاظ على حقوق شعبنا وزي ما تقال كده إن ده ما حصلش فيه تميز بينه وما بين الموجودين عندنا الناس اللي هما احنا نقولش عليهم لاجئين بالمناسبة لديوفنا اللي موجودين هنا شبابنا احنا بنقولش عليهم لاجئين وعايزة أقول لكم على حاجة طيب ما هو التناول هو حق الهجرة حق من حول الإنسان احنا في مصر نتكلم على ستة مليون إنسان جم نتيجة الصراعات اللي موجودة بعضها يعني نتيجة الصراعات اللي موجودة أو محدودية القدرات وحجم الفقر اللي موجود في دول قريبة مننا لما نعناهم ولا عادناهم في مخيمات أنا بتكلم على رقم كبير قوي مش بتكلم على خمس تلاف ولا عشر تلاف يعني أصدقاءنا في أوروبا بيرفوضوا أن هم يستقبلوهم أنا بتكلم على ستة مليون إنسان ستة مليون إنسان موجودين هنا مش موجودين في معسكرات ما فيش معسكرات لاجئين في مصر خالص الناس المدموجين في مجتمعنا بيشتغلوا بيأكلوا بيشربوا ويتعلموا بيتعالجوا يمكن تكون قدراتنا مش متقدمة قوي وإمكانياتنا تكون مش متقدمة قوي زي الدول الغنية لكن على الأقل إحنا يعني تم إتاحة ما لدينا لهم من غير كلام كتير من غير كلام كتير ومسلا ما حناشل نفسنا إن إحنا نبقى معبر لهم يعبروا فيه إلى المجهول ويلقوا مصير يعني قاسي جداً في البحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا ما عملناش ده مش هذا أطيل عليكم أنا سعيد بن تم تناول هذا الموضوع المهم وأيضاً ربطه بموضوع زي موضوع الجائحة جاحت كوفيد وتأثيرها وأديه زي ما أقول كده الموضوع بتاع الجائحة كان كاشف وأيضاً موضوع الهجرة وتعامل الدول معاه هو أيضاً كاشف كاشف لفكرة مفهوم وممارسة حقوق الإنسان يا طرق حتستقبلوا الناس اللي هي ما عندهاش فرصة ديت ولا بتحفظوا على مجتمعاتكم وبتحفظوا على مكتسباتكم وبتحفظوا على قدراتكم الاقتصادية مش مستعدين تدوا لحد احنا هنا ما عملناش كده احنا هنا في مصر ما عملناش كده احنا رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة استقبلنا ب بطواضع كل من لجأ الى مصر خلال السنوات الاخيرة ديت يبقى كلمة واحدة مهمة تنتبه لها ان مش عارف ان النقطة اللي انا هقولها دي يمكن حتى يعني انها تتم ذكريها او لا في موضوع حول الإنسان يا جماعة يعني اللي بيعمل سرعات في الدول تؤدي الى خربها ده ما اعتبرش ده امر لنبد ان احنا نحطه في الاعتبار ان الدول اللي بتسعى الى تخريب الدول الاخرى من خلال التقامر و و و وامور اخرى هل ده ما اعتبرش هو النهاردة اللي حصل في الدول اللي موجودة حولين مننا هو في حد نجي في دولنا اللي موجودة دي غير مصر فيه في منطقتنا العربية دولة نجت من الخراب غير مصر مش عايز اقول اسماء الدول عشان بطبيعة الحال مش عايز يعني يعني اعمل اعلام للدول اللي بتعاني من كده لكن اكيد كلنا عارفين الخريطة بتاعت منطقتنا هنا وحالة الخراب والدمار اللي موجودة فيها ومعسكرات اللاجئين اللي فيها ملايين البشر بقالهم عشر سنين موجودين دلوقتي يا ترى يا ترى حقوق المواطنين مش بس حقوق المواطنين النتاج الاستمرار في معسكر اللي اللاجئين عشر سنين يعني الطفل اللي كان عنده سبع سنين بقى عنده سبعة عشر والبنت او الفتاة اللي كان عندها تمان سنين بقى عندها تمنتاشر سنة موجودة فين؟ موجودة في معسكر أنا بتكلم على ملايين بتكلم على ملايين مش بتكلم على عشر تلاف ولا مئة ألف موجود في دول فيها اتنين مليون وثلاثة مليون لاجئ علاوة غير اللاجئين اللي موجودين داخل المعسكرات الداخلية للدول دي اللي قام بالعمل على هدم الدول دي هو ده من حق من حق الانسان انحنا لنتدخل في شؤون الدول حتى نخربها ونسيب المواطنين البساط يعانوا في ليبيا في سوريا في اليمن في الصومال في العراق مش عايز أتكلم على دول تانية ومصر كانت ستبقى من الدول دي مصر كانت ستبقى من الدول دولة فيها مية مليون كانت معراضة للخراب والضمار المفروض ان يعني حد زي في الوظيفة دي ما يتكلمش كده عشان يعني لكن الله لازم نكون كشباب ينظر من أي دولة في العالم انه هو ينتبه وينتبه انه يبقى دايما عنده العقلية النقدية لما يتم طرحه اسمع وشوف ويفرز بعقلك شوفوا العالم اللي احنا حولا من اللي انا باتكلم عليه ده بقى فين ليه بقى الدول دي اللي باتكلم عليها حجم الضرر والخراب وحقوق الانسان اللي استهلكت فيها قد ايه ليه اخشى ان يكون التنافس السياسي والمصالح بتؤثر كتير جدا جدا على على الاجراءات اللي بيتموا وبالتالي يتروح فيها دول في الرجلين ويضيع شعوبها وتتخرب البلاد ديت ويبقى ملايش مستقبل لخمسين ومئة سنة قادمين فأنا بشكركم جميعا حتى حتى اللي قام بالمساهمة وقام بالهجوم على مصر بمنتهى الشد أنا بشكركم صحيح أنا حسيت حسيت ان الخطب قاسي جدا لكن لكن صدقوني الواقع اللي موجود في مصر مش بقولوا كده أنا بقول لكم كشباب هتسافروا من هنا اللي مش موجودين معنا في مصر الواقع اللي في مصر مش كده خالص وبالتالي ده شكل من أشكال الإساءة بأصد أو بدن أصد للدولة المصرية شكرا جزيلا شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا للسادة الحضور وأيضا شكرا للشباب المشارك في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان آملين أن تظل دائما مصر مهدا لشباب العالم دمنا مجتمعين ومؤثرين ودمنا مبدعين شكرا